اشتركوا في القناة تلمس كل مشاعر الإنسان على فكرة ثلاث مرات تذكر الأنجيل أن يسوع بكى ومن نفس الجبل جبل الزيتون بكى عند قبر العازر عند إقامته من الأموال بكى في بستان جتسيماني بستان النزاع والصراع فنزل عرقه قطرات دم من أجل خلاص البشرية وهنا نراه يبكي على أورشليم لأنها لم تعرف ما هو لسلامها كان قد قال قبلا لأورشليم العاصية المتمردة يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده وهلآن يقترب من أورشليم يبكي عليها ويرثي لها قائلا إنك لو علمت ما هو لسلامك ملك السلام إله السلام رئيس السلام يدخل أورشليم مدينة السلام لكن أخفي عنها ولم تدرك من هو الداخل إليها رئيس السلام ليصنع سلاما لكنها لم تدرك ما هو لسلامها فقط أصيبت بالعمل روحي ومظاهر التدين الخارجي وأصبحت عقيمة بلا ثمر وعدم الإيمان منغمسة بالكبرياء والرياء وأصبح يسودها الظلم للفقراء ومساكين الأرض الذين جاءوا ليتعبدوا بإخلاص وأمانة للرب لم تعرف ما هو لسلامها ولم تعرف زمان افتقادها تمت نبوة المسيح ودمرت أورشليم في سنة سبعين ميلادي حيث كان بمثابة دينونة إلهية وما زالت العبرة حتى يومنا هذا أخطر شيء أن نضيع الفرصة هو ذا اليوم يوم خلاص وإفتقاد فإن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم لاحظ لم يذرف المسيح دمعة وحدة على نفسه بل دموعه كانت دموع فدائية كفارية استشهادية ذرف المسيح الدموع كإنسان من أجلك ومن أجلي حتى لا تهلك بل تكون لك الحياء الأبدية ولكن يوما ما إن هذه العيون التي ذرفت الدموع ستكون نفس العيون للدينونة والقضاء لكل من يرفضه مكتوب وعيناه كلهيب نار من محبة المسيح ونعمته إنه بيعطينا فرصة جديدة اليوم فلا تضيع الفرصة وقبل أن يفوت الأوان اقبله وسلم حياتك بين إيديه ودعوه لكي يملك على حياتك والرب يبركك